السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن شهيوة ناني كان قطرح عليكم هذا الكيك هذا السهل والسريع يعني سريع بزاف بزاف وعد تحضيره ما فيه اشتعب ما فيه مراحل وما فيه مراحل يعني معقدة فقط كبالضرب ديالليد الكيك كي يجيب النكهة ديال الحامض الخضر لان الحامض الخضر كيعطي واحد نسمة قوية وقود زين زينه حسب اللي متوفر عندكم ولكن صراحة اللي يفيل زاد واحد طعم زوين مع الحامض اعطى واحد طعم زوين وهيك قوامه رائع بزاف وكي يجي صافي وبيض يعني لونه فاتح بزاف وخامحة ضرينه غير بالضرب العادي ديالليد مكوناته بسيطة جدا بالنسبة المقادر غن بده نستعرض ونخدم في نفس الوقت عندي زجبيضات يعني متوسطين اول حاجة غادي ناخدوا الوعاء اللي غادي نحطره فيه غادي نهرسو داك البيض وحده بوحده بطبيعة الحال غادي نعمل واحد قبل رشيشة الملح غادي نعمل مع القاس غرد سكر فانيلا ودك المبشور ديال ليمونا الحامضة كما اشرت هاد الخضر كيعطي واحد نكهة زوينة ومغايرة على الصفر يعني محده كاين حاولوا تبقى تصوبوا به الحالويات بزاف هنا يا عندي واحد الكوب كاس لاروب ديال السكر دائما السكر اقول حسب الضوء حسب الرغبة كترو قللو حسب رغبتكم هنا يا كاس لاروب يعني تقريبا نص كوب واحد قباسة ديال الملح وعندي واحد العلبة دياللياغورت او الزبادي طبيعي بدون نكهة بدون سكر الوزن العلبة هو مية وعشرة جرام او ما يعادي لنصف كوب ان شاء الله المقادرة تلقوهم في صندوق الوصف ونفس العلبة دياللياغورت كان عبر بها الزيت لا تعملوها حتى لهكذا الفوق ولكن يعني يعني يعتبر كاس سوف نأخذ الضرب اليدوي ونخلط هذه العناصر هدو رأيتوا ذاك شي ساهل كتخلطوا العناصر كلها في نوبة وكتبدا تضربها غير بالضرب اليدوي حتى يدوب ذاك السكر ويتمازج المكونات مع بعض هنا عندي ذاك العصير ديالليك الحامضة هنا يعملي تقريبا الى جيت نعبر تقريبا خمسة حتى الاستاد المعالق كبار غادي نضيفو على الخالط البيض والزيت والياغورت غادي نخلط مزيان دائما بالمضرب اليدوي هنا غادي ناخد طقيق هانا عندي الكاس اللول الكاس رانا عبرت بكاس العنبا ان شاء الله في صندوق الوصف غادي نعملكم بالكوب درت الكاس اللول وضفت هنايا عندي 12 جرام ديال الخامير الكيموية او البيكن باودر درت واحد الكيس ديال 8 جرام والنص ديال الكيس اخر يعني 4 جرام في المجموعة 12 جرام الى ما ما عرفتوش يعني يتعبرو هكذا بالقرامات غادي نديرو معالقة كبيرة عامرة غادي نخلط مزيان حتى يدوب ذاك الدقيق في ذاك الخالط اللول وهنايا غادي ناخد الكاس الثاني ديال دقيقته غادي نغرب له وغادي نكمل الخالط دائما بالمضرب اليدوي هناك تخلطه مزيان حتى تختفي كل التكتلات هناك الخالط هو جاهز غادي ناخد واحد القالب هنا عندي القطر ديالو 24 سنتيم ما تعملوش كبير من نوع انا كان قولها لكم الى القطر عشرين اتنين وعشرين غا يكون احسن بالنسبة للناس اللي كيبغيو اللي كيك عالي دهون بزبدة مرشوش بطقيق غادي نفرغ فيه ذاك الخالط طبعا تحكم هزيد ديالو وكيف فرغ لاحظو الخالط هناك تعملو هدوك الخبطات باش نخرجو لهوا منين جيت ندخل الكيك فاطفيت الفران من الفوق وخليتو غير من التحت على درجة حرارة ما بين مياه وسبعين ومياه وثمانين او لاحت مياه وثمانين هناك نقول بان العلو ديال الكيك يتحكم فيه الحجم ديال القلب انا هنا عندي ربعة وعشرين فجاء العلو ديالها انا مناسب لي انا في الحقيقة ما كان حملش الكيكات عالية بززف انا بغيتو يعني تجيكم علامة هكذا فعملو واحد المول يكون القطر ديالو اتنين وعشرين او اللا عشرين عاود قل من عشرين ما تعملوش هنايا بالنسبة للمدة الطهي فاخدت لي خمسة وعشرين دقيقة فاقصى الاحوال غتاخد ثلاثين مع ان في الفران ديال الضرة غتاخد اطوال مدة يعني خمسة وعشرين دقيقة عموما انتم ما غتبقى مراقبين منين خرجات خليناها بردات قلبتها هكذا ودهنتها بواحد المعالقة كبيرة ديال موربا المشمش بالنسبة للتزيين النهائي كيبقى ليكم اللي موجود انا هنا كان عندي اللوز ايفيلي شديته حمرته واحد شوية في المقلاة والسهيت عليه قاع تتحرق ليت قريبا ربع ديالو فاعزلت دوك اللي غير محمرين ومقرمشين وهو ما باش زيينت تقدروس عملو ببساطة الكوك جاوز الهند كوكاو اللي عندكم تقدروس تغبروها بسكر بودرة فقط كتجي لديدة بزاف وزويونا وحلوة يعني حتى في الشكل كتجي زويونا ما شاء الله جربوها مقادرها في كل بيت يعني ومتوفرة وسريعة كتوج الضغية وكتطيب الضغية اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها اشتركوا في القناة